من الأمور التي تصح فيها الوكالة والنيابة الحج وذلك بأن يقوم شخص مكان آخر في أداء مناسك الحج من خلال ضوابط وشروط وأحكام ينبغي معرفتها ومراعاتها منها أنه ينبغي في التوكيل تحري أهل الخير والصدق والأمانة والعلم بمناسك الحج حتى يطمئن إلى قيامه بالواجب لا يجوز التوكيل في الحج الواجب لمن كان قادرا على الحج بنفسه إجماعا يكون حج البدل عن العاجز ببدنه لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أو عن الميت لا عن العاجز بسبب ضرف مالي أو أمني أو مرض عارض إذا مات المسلم ولم يحج وهو مستكمل لشروطه وجب أن يحج عنه من تركته سواء أوصى بذلك أو لم يغص لا يشترط لمن يحج عنه أن يعرف اسمه بل تكفي نية الحج عنه يجوز للمرأة أن تحج عن الرجل كما يجوز للرجل أن يحج عن المرأة لا يجوز لأحد أن يحج عن غيره قبل أن يكون قد حج عن نفسه فإن فعل فيقع الحج عن نفسه لا عن غيره لا يجوز لأحد أن يحج عن شخصين أو أكثر في حجة واحدة وله أن يعتمر عن نفسه أو عن غيره ويحج عن آخر لا يجوز لمن وكل بالحج عن غيره أن يوكل غيره إلا برضى من وكله على النائب في حج البدل أن لا يكون قصده أخذ المال وإنما يكون قصده لاستعانة بالمال على الحج والإحسان إلى أخيه بالحج عنه من حج أو اعتمر عن غيره بأجرة أو بدونها فثواب الحج والعمرة لمن ناب عنه ويرجى للنائب أجر عظيم على حسب إخلاصه ورغبته في الخير ما يفعله النائب من أعمال خارج النسك كالصلاة في الحرم وقراءة القرآن وغيرها فأجرها له وفضل الله واسع حتى في أجر الحج قال ابن حزم رحمه الله عن داود بن أبي هند أنه قال قلت لسعيد بن المسيب يا أبا محمد لأيهما الأجر أللحاج أم للمحجوج عنه فقال سعيد إن الله تعالى واسع لهما جميعا